خلونا نبص مع بعض هل بعد 11 سنة الظلم ده انتهى والقتل انتهى ولا لسه فيه جبروت ولا لسه زي ما قال خالد صالح في فيلمه وزمان مفيش حاتم بيتحاكم انا بأكد لحضرتك ان مفيش حاتم بيتحاكم فاكرين المحفوظي فاكرين الشاب اللي من مرسى مطروح اللي اتقتل اللي قتل والزابط فاكرين الموضوع ده عايز اقولك ان الزابط طلع براءة وان الشباب اللي نزلوا يعترضوا علشان دم ابن بلدهم اللي صرته قدام حضرتك ده الشباب دول هم اللي تسجنوا العنوانة هو براءة الزابط والمؤبد لمتهم والسجن خمس سنين لاتنين اخرين في احداث براني ده اللي حصل يا سيد الفاضل والتفاصيل بتوجع والله وتغزي محكمة جنايات اسكندرية النهاردة قضت بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والسجن خمس سنين لمتهمين لمتهمين اثنين لإدانتهم في احداث التجمهر والعنف اللي حصلت قدام اسم سيد براني في مطروح في اعقاب مقتل الشاب بفرحات المحفوظي برصاص زابط شرطة طب وزابط الشرطة اللي الناس طلعت تتجمهر وتتظاهر وتعترض علشان هو قتل محفوظ علشان قتل فرحات المحفوظي حصله ايه نفس المحكمة طلعته براءة وزي ما قلتلك مفيش حاتم بيتحاكم الزابط قتل محفوظ المحفوظي زي ما حضرتك شايف فرحات المحفوظي اتقتل فالناس نزلت تعترض وتتجمهر قدام الاسم فحكموا على الناس دي وطلعوا الزابط براءة تعال نفتح الأرشيف ونشوف خبر من الأرشيف عن الموضوع عشان تعرف ان البلد ماشية كده قاضي محكمة الزابط المتهم بقتل فرحات المحفوظي تنحى للحرج في الوقت ده في قاضي يبدو ضميره ما سمحلوش فتنحى للحرج فتقريبا بعد كده لقوا قاضي ضميره اسمح له فجابوا القاضي علشان يحكم وعادي جدا ماشي الدنيا زي ما الباشا عايز صبري خليلة على حسابه وعلى الفيسبوك بينتقد براءة الزابط المتهم وسجن الشعب الضحية قال محمد صبري خليل العدالة الظالمة براءة الزابط القاتل والمؤبد والسجن للأهالي المعترضين على الجريمة احداشر يوليو عشرين تلاتة وعشرين زابط بقطاع الأمن المركزي يقتل المواطن فرحات المحفوظي بتلات رصاصات بعد مشدة كلامية بينهما خمسة وعشرين يونيو الفين وعشرين محكمة جنايات اسكندرية أصدرت حكم ببراءة الزابط القاتل علي لمعي من تهمة قتل فرحات المحفوظي 12 أغسطس عشرين أربعة وعشرين محكمة جنايات اسكندرية تقضي بمعاقبة أحد أهالي مطروح بالسجن المؤبد والسجن خمس سنين لاتنين آخرين بعد إدانتهم في أحداث التجمهر والتظاهر في محيط اسم سيدي براني في مطروح اعتراضا على قتل زابط شرطة للشاب فرحات المحفوظي خالد حسني الخولي بيكتبها كمان على حسابه على الفيسبوك وبيقول القضاء الشالح فاكرين قضية سيدي براني الزابط اللي قتل عمدا المواطن أخد براءة والمواطن اللي تظاهر علشان المواطن المقتول ياخد حقه أخد مؤبد تصدق دي الجمهورية جديدة عزيز المواطن اللي عايزينه من حضرتك أنك تبقى كاتب من الصوت تبقى بتخاف لما تشوف الغلط ما تقولش لأ لما تشوف زابط بيتفرعا وبإجرام يقتل مواطن بريء ما تتظاهرش وما تقولش حاجة غير اللي السلطة عايزاها يا إما هنحبسك ده تغيير صفات المصريين وتغيير طباع المصريين كده عايزك خانع خانس ما لكش حق وما بتطلبش بحق أحد وعلشان كده الزابة أحمد زي ما قال السيسي زمان الزابة أحمد لما يضرب حد ما بيتحسبش